لا تزال صناعة القنب الهندي في الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الأموال النقدية إذ يمكن أن تتهم المصارف التي تفتح حسابات لمقاولي هذا القطاع بطبيض الأموال فتختار بغالبيتها عدم الاهتمام بكل ما يتعلق بهذه النبتة نظرا إلى أننا ولسوء الحظ نتلقى أموالا نقدية ففي كل مرة نودع مبلغا نقديا معينا في المصرف فإن العملية قد توضع في إطار النشاطات المشبوهة وتلقيك عددا معينا من تقارير الأنشطة المشبوهة قد يؤدي إلى إغلاق حسابك المصرفي لذا لا يمكننا عموما القيام بأعمال تجارية مثل ما تفعل معظم الشركات وتفيد شركة ستاندرد أنت بورز أن وحدها 300 مؤسسة مصرفية تقريبا من أصل 12 ألفا في الولايات المتحدة تقبل ببعض الزبائن من هذا القطاع بطريقة متكتمة مع كلفة عالية للخدمة التي تقدمها وهي خصوصا مصارف تعاونية أو محلية ويرغم هذا الوضع أوساط هذه الصناعة على تنفيذ إجراءات أمنية خاصة لنقل الأموال بسبب تعرض الكثير منها لعملية سطو وسرقة يجب أن أقصد شخصيا كل الأماكن لدفع فواتيري لذا علي أن أذهب إلى شركة الكهرباء ومكتب الرهن العقاري وكل الأماكن حيث علي أن أوضع مبالغ مالية إذ لا أستطيع أن أسدد ما هو متوجب علي من خلال حساب مصرفي وقد سمح باستخدام الكنب الهندي لأغراض طبية في 29 ولاية أمريكية ولأغراض ترفيهية في ثماني ولايات إلا أنه يبقى محظورا على المستوى الفيدرالي ترجمة نانسي قنقر